بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يا رب صلى على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسبوا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توبت أليك وإني من المسلمين وقفنا الشيخانة عند الباب الرابع من مبنيات انتبه كده ما لازم البناء على الفتح أو نائب الفتح خلاص طيب إيه نائب الفتح يقول لنا قال شيئان الياء والكسرة خلاص الياء والإيه والكسرة اسمع كده يا أيها الرجل المفضل الكلام ده الفتح وما نبع الفتح في اسم الله النافية الجنس عندما أقول لا طالب راسب نافيت الرسوبة عن جنس الطلاب ده اسم النافية يا أولا دي للجنس بعكس النافية الوحدة تعمل عمل ليس أقول لا طالب راسب راسبا بل طالبان أقول لا رجل في الدال بل رجلان ده اسم النافية الوحدة إن منافية الجنس دي تعمل عمل إن فاسمها إذا كان مفرد ونقصد بالمفرد في هذا الباب وباب النداء ما ليس مضافا يعني يقول مثلا لا طالب علم راسب ده اسم المضاف ده لا طالبا للعلم راسب هذا يسمى الشبيه بالمضاف المضاف يا ولد يحتاج إلى مضاف إليه والشبيه يحتاج إلى كلمة تتم معناه هذه الكلمة قد تكون مرفوعة أقول مثلا لا محمودا فعله مذوم أو منصوبة لا طالبا جبلا هالك أو مجرورة لا طالبا للعلم خاسر فده اسمه الشبيه بالمضاف كيف تفرد بينهما الشبيه دايما يبقى منون لا طالعا أو لا طالبا إنما المضاف يبقى ما فيش تنوين أقول لا طالبا علم المهم اسم ده مفرد مقصد من مفرد ما ليس مضاف ولا شيء من مضاف المفرد ده تعالي نعرف يا ولد كده عشان تفهم العلم يلا لا نافية الجنس وطالب اسم مبني على الفتح هل تذكر ما قلناه في العدد المركب زي أحد عشرة دونها مبني على فتح الجزئين صح؟ مبني على ايه؟ يعني لما ركبت أحد مع عشر بنعت على فتح الجزئين صح ولا؟ لا مطالبة زي أحد عشر بالضبط يعني سبب البناء التركيب يعني شوف يا ولدي أحد عشرة لما ركبت أحد مع عشر بنية على الفتح أهي أحد زي لا وعشر زي طالب فهمتوا ألا؟ ده سبي يبدأ هنا مبني على الفتح تقول لا حول ولا قوة يبأى لا حول لا نافية الجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل النصب واضح؟ واضح؟ زي أهو لا تثريب عليكم يبأى لا نافية الجنس تثريب اسمها مبني على الفتح في محل النصب لماذا بنيت؟ لأنها ركبت مع لها تركيب خمسة عشر هل وعيت ما أقول؟ طيب لو اسمها خذ بالحظتك لو اسمها مثلا أقول لا طالبيني يبأى لا نافية الجنس طالبيني ده اسم لا مبني على الياء أهما بني على الياء ده نابع عن الفتحة لأنه مسنى طبنا نقول لا مسلمين طبعا ده جمع مذكر لكن ده مسنى الياء لما يفتح ما قبله بمسنى والياء لما يكسر ما قبله بجمع تاكسي جمع مذكر سالم يبأى ده مبني على الياء ما يقول لا مسلمين ما تقولش منصوب الياء قل مبني على الياء في محل النصب يبأى الياء هنا نابة عن الفتحة طبنا نقول لا مسلمات مش احنا عارفين يا ولادي ان جامع المؤنس السالم بينصب الكسرة خلق الله السماوات ان الحسنات يبقى لما تقول تجيب اسم الله جامع مؤنس يبقى مبنع الكسر في محل مصر طيب الذي يبنع الفتح او ما ينوب على الفتح اللي هو اسم الله النافع الجنس يبقى يبنع الفتح طيب متى ينوب عن الفتح ينوب عنه الياء في المسنى وجمع المذكر السالم ونوب عنه الكسرة في جمع المؤنس السالم ده خلاص الذي يريد ان يقوله هل فهمتم يقول الباب الرابع من المبنيات اسمع كده الباب الرابع المبنيات سمعني يا مولانا ما لزم الفتحة شوف لا ضيرة لا تثريبة عليكم ذلك الكتاب لا ريبة فيه لا ريبة ما تقولش لا ريبا ولا ريبو ده مبنع الفتح صح؟ طيب لما تجيب مسنة هيبنع على الياء لما يقول لا رجلين حاضران طيب لما تجيب عمه وجمع المؤنس هيبنع على الكسر لا مسلمات خاصرات لا مجتهدات مثلا خاصرات فهم يا ولدي؟ طيب خذ بالك يا شيخنا هو يقول لك ما قلتها أنا الآن خلاصة القول أن لا إذا كتل النفي انتبه وكان مربي ذلك أنه في استغراق الجنس بأسره أحيانا من الصغير يا شيخنا كنتمشي في طريق كده أقول سبحانه وراء النهاردة مشيت في طريق ما فيش فيه جنس راجل يعني ما فيش فيه مخلوق هو دين لإسمه نافيه الجنس ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما اعترف إخوته بخطيئتهم قال لا تثريب عليكم نفى جنس اللو لا يلومهم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بأي شيء خلاص دين ما لا فيه إيه جنس ولذلك مثلا أنا معي النتيجة الآن وحذرك سألتني إيه أخبار الطلبة أقول لا طالب راسب فمن غير ما أطلعك على الأسماء أنت تقول لهم نجحتوا كلكم نجحتوا لأنني أنا استخدمت لا نفيه الجنس نافيت رسوبة عن جنس الطلاب فأصبح الجميع ناجح فهمتوا ألا أظن وضح الآن طيب أما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون اسمه مسنن أو جمع مذكر سالم أنا قلت إياه شوف لا رجلين لا قائمين يبقى لما تعرف دول لا رجلين لا نفيه الجنس رجلين تقول اسم الله مبنى على الياء في محل النص يبقى الياء نابت على الفتحة لأننا أحنا أقول إسم الله مبنى على الفتح زي لا تثريبة لا ريبة طيب لا ما يقول لا قائمين أو لا مهندسين أو لا مدرسين يبقى اسم الله مبنى على الياء خلاص اليا منكسور ما قبلها مبنى عشان جمع المذكر في محل النص ولذلك قال تعزى فلا الفيني بالعيش متعة تعزى فلا إيه تعزى من عزائي عن تصبر فلا الفيني يعني الحبيبين يعني بالعيش متعة عايز أقول لك يعني مهما صاحبت فلابد أن تفارق صاحبك خلاص سيدنا جبريل قال النبي كده عيش ما نشيت فإنك ميت وحبيب ما نشيت فإنك مفارق طيب لا الفيني نعرف لا الفيني تقول لا نافي الجنس الفيني اسمها مبنى على الياء في محل نصر عشان مسنى يحشر الناس لا بنينة ولا آباء لا بنينة ده ملحق بجمع المذكر مبنى على الياء في محل نصر لما جاب آباء ده جمع تكسير جمع التكسير يعرف عرب المفرد زي لا طالبة لا طلابة يبقى مبنى على الفتحة بل أما ما يستحق البناء على الكسر أو الفتح فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتائل مزيدتين انتبه سيدنا لم يقل لا مسلمات أو لا مسلمات يعني جمع المؤنس يجوز أن يبنع الفتح حسب الأصل ويجوز أن يبنع الكسر بالنيابة فتقول إيه شيخنا لا طالبات خلاص مجتهدات أو لا طالبات يجوز في الوجهان ولذلك إن الشباب الذي مجد عواقبه فيهن لذ ولا لذات ولا لذات خلاص مولانا قال الشاهد فيه إيه ده الشاهد يقول لا لذات فإن قولك اللذات جمع مؤنس سالم وقع اسم الله إنه فيه الجنس وقد ورد فيه روايتان الأولى بفتحه والثانية بكسره خلاص يبقى يجوز فيها مولانا البناء على الفتح والبناء على الكسر نيابة على الفتحة أظن مواضح كده يبقى جمع المؤنس سالم يجوز فيه كم رواية يا شيخنا البناء على الفتح والبناء على الكسر خلاص يا أولادي يعني إذا كنت مدرسا لطالبات وقلنا لك ما أخضروا النتيجة فقلت لهم لا طالباتي راسبات أو لا طالباتا راسبات يجوز لك البناء على الكسر يبقى نيابة على الفتحة أو البناء على الفتح خلاص يب ولما ذكرت اسمه لا أوردت مسألتين يتعلقان ببابلا الأولى أن اسمه إذا كان مفردا ونعت بمفرد وكان النعت والمنعوت متصلين إلى رجل ظريفا في الدار جاز لك في النعت ثلاثة أوجه لا رجل ظريفا في الدار انتبع كده يا شيخ مروان عشان إن شاء الله العلم يبقى سهل برضو عليك قل العبارة دي يا شيخ ناجير قل قل المسألة الأولى أيوة أن اسمها إذا كان مفردا ونعتا مصبعها نعم اسم لا نعم اسمعي شيخ لا رجل ظريفا في الدار اسمعي يا سيدنا الشيخ أين اسم الله رجل وأين النعت الصفة يعني ظريف يعني الرجل نعته بظريف يبقى اسم الله هنا مفرد مفرد يعني ليس مضاف ولا شيء بالمضاف خلاص مفرد ماشي ماشي ما هيجز فيه سلسة أوجه يعني هيجز ظريفا وظريفا وظريف ماشي يبقى إذا كان اسم الله مفردا اسم الله مفرد ليس مضاف ولا شيء بالمضاف ونعته يعني وصفها بمفرد ونعته نعته نعته بمفرد نعته يا شيخنا بمفرد يعني مفرد زيه يعني ليس مضاف ولا شيء بالمضاف وكان النعت والمنعوت متصلين يعني مفيش فاصل بين رجل وبين ظريف مفيش فاصل فهمت الله موجش مثل لا رجل في الداري ضريف لا لم فصلتش بين النعت والمنعوت يجاز لك في النعت ده ثلاث أوجه قل يا ابن الأوجه أحدها النصب على محل اسم لا ولكنه بنية فلم يظهر فيه العرب بص يا شيخنا لا نافع الجنس رجلا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب لعلك تذكر حكاية أنه منتلك العطف على المحل والعطف على اللفظ والعطف على المعنى يبدأ مبني على الفتح في محل نصب فلما أقول ظريفا يبعطفت على المحل لأنه مبني على الفتح في محل نصب صح؟ طيب نقول ايه ظريفا لا رجل ظريفا خلاص مراعاة الفتح وهو أبعده عن القياس فلهذا أخرته في الذكر ووجهه بعيد فتحته على التركيب وهم لا يركبون سلسل أشياء شوف يا مولانا أنا أقول لك إيه السبب في بناء اسم لا لأنها ركبت على تركيب خمسة عشر طيب لما قل لا رجل ظريفا العرب لا تركب سلسل كلمات لا كلمة ورجل كلمة وضريف كلمة لا تركب سلسل طيب كيف بني رجل مع ظريف قال هما قدروا أن الصفة تركبت مع المنصوف ثم بعد ذلك أدخلوا عليها لا فده سبب بناء الصفة مع المنصوف أقول لا رجل لا ظريفا طيب إذا قلت لا رجل لا ظريف ده مراعاة للا مع اسمها فإنها في محل رفع مبتدع عند السيبوية هكذا قال يبقى قال الرفع على مراعاة محل لا مع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء فتقول لا رجل ظريف في الدار برفع الظريف وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد فاهم يا شيخنا حضرة أحد عشرة حضرة فعل إيه الفعل يحتاج إلى إيه إلى فاعل أحد عشر ده فاعل فعايز أقول لك إن عشر مع أحد صارت كلمة واحدة فتعرف فاعل أهلا مع رجل لما ركبت صارت كلمة واحدة مبتدأ في امطلق مبتدأ ده كلام سيبوية يبقى لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ فأصبحت ظريف مرعاة لمحل لا مع اسمها هذا ما قاله الشيخ اسم لا إذا كان مفرد ونعتب مفرد وكان النعت والنعت متصلين جاز في النعت كم وجه البنع الفتح والنصب والرفع خلاص يلا كم لي ابنها المسألة الثانية أن لا واسمها إذا تكرر لا حول ولا قوة جاز في جملة تركيب خمسة أوجه وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجهن الفتح والرفع فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاث أوجه الفتح والرفع والنصب اسمع يا ابن الجمال ده اسمع اسمع عشان تفهم العلم يا حبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المسألة الثانية زكرها الشيخة لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة يبقى لا حول نعرب أقول لا نافي الجنس تعمل عمل إن حول اسمها مبنع الفتح في محل النصب مبنع الفتح في محل النصب انتبه مبنع الفتح في محل النصب ولا قوة يبقى لا نافي الجنس وقوة اسم لا اسم لا الثانية مبنع الفتح والخبر محذوف لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله طيب لو قلت ولا قوة يبقى لا لا نافي الجنس وحول اسمها مبنع الفتح والبوضي حرف عطف ولا دي زائدة لتأكيد النفي وقوة معظفة على محل اسم لا لأننا نحن قلنا بابني في محل نصب يبقى معظفة على المحل لا ولا قوة يبقى عطفة على إيه محل لا مع اسمها ما احنا قلنا لا مع اسمها مبتدأ لأنها مركبة فصارت كالشيء الواحد زي خمسة عشر كده جاء خمسة عشر فهنا لا لما أقول ولا قوة أقول واو حرف عطف ولا دي زائدة لتأكيد النفي قوة دي معظفة على إيه على محل لا مع اسمها طيب الوجه بعد كده ممكن تقول إيه لا حول ولا قوة لا حول لا حول ولا قوة ماشي يا شيخنا يبقى لما أقول لا حول يبقى لانا فيه صح يا شيخنا تعالنا نشوف الوجه الخامسة طيب وإذا رفعت الاسم الأول جاز لك في الثاني وجهان الفتح والرفح فالأول قوله فلا لغ ولا تأسيم فيها والثاني قول لا بيع فيه ولا خلات في قلة من رفعه ما ولا جز لك إذا رفعت أن تنصب الثاني أن تنصب الثاني فهمي شيخنا طيب انتبه لما أقول لنا شيخ لما قل لا حول أولا لا لما قل لا ممكن أعرف لا نافية بس ملاش عاملين وحول مبتدأ ومسوغ لابتدى بالنكرة تقدم النفي يعني مسوغات لابتدى بالنكرة طيب ولا قوة معطوف عليه طيب لا قلت لا حول ولا قوة ممكن أخلي دي عامل عامل ليس ودي ممكن نافية للجزاء تعمل عامل إنا هذه الأوجه لإيه الخمسة لا لا قل يا ابنها ثم قلت ثم قلت قلت ده الباب الخامس من المبنيات سمعنا يا شيخنا الباب الخامس من المبنيات ما لازم البناء على الكسر وهو خمسة أنواع ما لازم بناء على الكسر احنا تكلمنا عن الفتح صح؟ نعم وتكلمنا عن السكون نعم هتكلم ايا عن الفتح والباب الخامس ما لازم منع الكسر هو بخامس اول حاجة ايا شيخنا لا العلم ما تقولش العلم العلم المختوم بايه؟ بويه يا سلام انتبه كده يا ابني حاضرة سي بويه نفطة ويه اهو ده عالم مركب تركيب مسجي بس انتهى بويه معنى سي بويه معنى رائحة التفاح بالكلمة الفارسية فسي بويه بنيت على الكسر لا تقول سي بويه سي بويه لا يجوز ده مبنى على ايه ولدي؟ على الكسر ده النوع الاول مبنى على الكسر فهمت كده؟ يبقى العلم المختوم بكلمة ويه سي بويه عمر ويه نفط ويه راه ويه ونحو ذلك فليس فيهن إلا الكسر وقال سي بيهوه الجمهور وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك ويعرب ما لا ينصرف يعني يعني الجرم ده عالم العلماء اللغة بس هو خالف النحات في هذا قل يجوز أقول حضر سي بويهو زرت سي بويهو سلمت على سي بويهو يعني شابني على الكسر أعرب عرب المنوع من الصرف أرفعه بالضمة زي إبراهيم كده أقول جاء إبراهيم أنصب الفتحة زرت إبراهيمة أجر بالفتحة سلمت على إبراهيمة خلاص يبقى الجرمي أجاز أن يبنع الكسر وأن يعرى بإعراب المنوع من الصرف يلا يا كامير يا ابن ها النوع الثاني النوع الثاني ما كان اسم للفعل على وزن فعال في فرق بين الفعل ها واسم الفعل يعني ما أقول إنزل دفع الأمر يبنى على السكون فاكر مش قلت الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر زي اذهب إلى فرعون اضرب بعصاك الحجر فاكر وقلنا نوب عن السكون حزف حرف العلة في المعتل يعني اسعى وصلى على النبي ما قالش اسعى وصلي يبقى حزف حرف العلة النبي عن السكون ده الكلام ده شرحنا طيب لما أقول إنزل ده فعل أمر ولا اسم فعل أمر طيب كيف عرفتها يدل على طلب ويقبل يا المخاطبة يا بنت انزلي لكن نزالي تدل على طلب بس ما يقبلش يا المخاطبة ما يقولش نزالي يبقى الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة تسمى اسم فعل أمر زي صاح كده صاحب بمعنى أسكت يا بنت أسكوتي لكن ما ينفعش يقول صاحب يبقى اسم فعل أمر يدل على طلب ولكن لا يقبل إيه يا المخاطبة صاحب يا ابنة ولا طيب شوف يا مولانا بص اسمعني أهي انزل هات اسم الفعل أمر تقول نزالي نزالي بمعنى انزل أشوف نزالي دراكي دراك يعني أدرك لما يقول أدرك أخاك بمعنى يبقى يقول دراكي إذا اسم فعل أمر مبني على الكسر صاحب يا ابنة ولا فهمت كامل يا ابنة ها ولقي كلمة حذاري بمعنى يحذر يبقى يا مولانا عندك شوف تراكي دراكي نزالي حذاري كلها على أوزن فعالي يبقى كلها مبني على إيه يا ابني على الكسر يبقى النوع الأول مبني على الكسر سيب وي والكلمات اللي مثلها زي النفط وي زي حمر وي زي هراه وي والنوع الثاني اسم الفعل الأمر اللي على أوزن فعالي دراكي زيدا معنى أدركه خلاص دراكي زيدا معنى أتركه حذاري يعني إحذره فهمين هات اللي بعد ولذلك قال وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري يعني معنى إحذروني يعني نعم حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي هات النوع الثالث ما كان على وزن إيه ما كان على وزن فعالي وهو سب إيه للأنسى نعم وهو سب إيه شيخنا للمؤنس نعم نعم تقول يا خباثي شوف شوف يا خباثي نعم آه يبقى يا حرف نداء صح؟ نعم ده مبنى على الكسر نعم مبنى على إيه؟ كسر هو المفروض يعني العلم لم يكن مفرد يبقى مبنى على الضم زي نوحه نعم يبقى ده مبنى على الضم المقدر منعه ظهري كسرة البناء اللي هي فعالة دي نعم يبقى ده سب الأنسة يعني يسبها يا خباثي عزي الله يا خبيثته فده سب الأنسة يبقى لوزن على وزن فعال بس يكون سب المين لا تقول يا خباثي تقول يا خباثي فهمت يا ابنو ألا فهم واضح؟ يبقى ده كل ما ابنى على إيه؟ على الكسر طيب يلا كامل يا ابنها وتقول يا دفاري يعني يا منتنى يا لكاعي يعني يا لئيمة ومن كلام سيدنا عمر لبعض الجواري أتشبهنا بالحرائر يا لكاعي يعني يا لئيمة ولا يقال جاءتني لكاعي ولا يقال جاءتني لكاعي ولا رأيت لكاعي ولا مطلق لكاعي ليه يا أولا دي؟ لأنه هو بيقول لك بتستعمل في النداء بس ما تقولش جاءتني لكاعي لا تقول يا لكاعي لازم تناديها لازم تنادى فلا تستعمل في كلام العرب إلا للنداء فقط يعني إذا أردت التسبة أنسة تناديها تقول لها يا لكاعي يا خباثي وهكذا يعني يا خبيثته كم من يومي؟ أما قوله قول الشعر أطوف ما أطوفه ثم آه إلى بيت قاعدته لكاعي يعني قاعدته لأيمة يعني عايز أقول لي يا شيخنا أطوف ما أطوف يعني يمشي طول النهار والليل سارح في الشوارع وفي الآخر يأوي يعني يبيد بالليل يذهب إلى بيت قاعدته اللي قاعدة فيه لكاعي يعني واحدة لأيمة طب هنا استعمل لكاعي في غير النداء نقول هذا ضرورة شعرية لحنا قلنا لكاعي لا تستعمل إلا في النداء لازم تناديها تقولها يا لكاعي يعني يا لأيمة ما تقولش حضرت لكاعي أو زرت لكاعي لا يجوز لازم تستعمل في النداء هل فهمت يا ولدي يلا هاتل لبعد ويجوز قياسا نعم ويجوز قياسا مطردا سوق فعالي هذا وفعالي السابق وبدل على الأمر مجتمعا فيه الثلاثة شروط عايزة أقول لك يعني هل يجوز أنك تقيس على الكلمات السابقة تقول نعم نازل تقول نازالي فهمتو أن لا بس لازم يكون فعالي ثلاثي نازال وسلاثي تام يعني مش ناقص ليس من كانة وأخوتها يعني يعني كلمة نازل نازل زيد أو نازل المطر ده فعالي ثلاثي وتام تام يعني ليس من أفعال الناقصة لها كانة وأخوتها خلاص فتبني من نازل تقول نازالي ومن ذهب تقول ذهابي ومن كتب تقول كتابي بمعنى انزل واذهب وكتر وكذلك من فسقة وفجرة وزنة تقول يا فساقي يا فجاري يا زنائي يا سراقي بمعنى يا فاسقة فهمت يا شيخنا هو بيقولك يجوز القياس يعني تأتي بكلمات واتقص عليه يعني هذان البابان اللي هو يعني سب الأنسى اللي هو يا خباثي ويسمي في الأمر بمعنى نزالي ممكن تقيس عليه هذا ما قاله ولا جزء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل لها يعني ما ينفعش اللصوصية ما فيش فعل من اللصوصية نعم 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 يعني تقيس من فعل سلاسي تام نعم طيب كلمة الوصوصية وردت في اللغة العربية اسمي بس لكن لا فعل لها طيب كلمة دحرجة ده رباعي نعم صح يا ولادو ولا طيب وكلمة ايه بعد كده استخرجة ده سداسي نعم وانطلق خماسي ما يصحش نقيس منها لأنها عزي فعل سلاسي فدحرجة رباعي لا يصح نقيس منها ولا الخماسي زي انشرحها ولا السداسي زي استخرجة وكان ودام كل ده فعلنا قصة نعم لنحن كنا عايزين فعل تام نعم ولم يقع في التنزيل الفعالي إلا في قراءة الحسن نعم لا مساسي نعم نعم وإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا نعم ده القراءة دي لكن قراءة الحسن دي قراءة شزة نعم لا مساسي نعم فهمتو ولا لا نعم نعم وهو في دخول لا على اسم الفعل بما زلت قولهم للعاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش نعم قال ايه نعم لا لعن وفي معاني القرآن للفراء ومن العرب من يقول لا مساسي يذهب به لماذهب دراكي ونزالي نعم سمعني أمولنا نعم يعني بيقول لك الفراء ده يقول بعض العرب يقول لا مساسي نعم ده دعاء على ايه على الرجل اللي خلاهم عبدوا العجل نعم اللي هو السامري نعم فده دعاء عليه نعم بلا يمسه أحد نعم يظل كده بعيد يعني منبوز من الناس نعم النوع النوع الايه الرابع ما كان على النوع الرابع ما كان على فعالي وهو على مؤنس انتبه يا ابني اعنا في نزالي على وزن فعالي بس ده اسمي فعل أمر بمعنى انزل نعم وفيه على وزن فعالي اللي هو سب الأنسة زي خباسي نعم النوع الرابع ما كان على فعالي علم عن مؤنس يعني واحدة اسمها حذامي نعم اذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي نعم يبقى اذا قالت حذامي لم يقل اذا قالت حذام نعم يبقى داخد بالك علم على وزن فعالي لأنسة علم نعم خلاص نعم اذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول أما قالت حذام بني تميم يعربوه اعراب المن ممنوع من الصرف يعني يقول الشيخ اسمعنا كده نعم جات حذامه زرت حذامة سلمت على حذامة نعم دا اسمي للماء وحضاري